اشتركوا في القناة 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 بني بشي التركية بحلت تعزلت على هاد شي اولا ما كنت ش بقيت كان قدر نصور الافلام حيث ما معايش مغاربة كنت انا في انطاليا ما معايش مغاربة اللي غادي مطلو معاي ادوار فو دي سلي فلوغ يعني كان صور فلوغ ديالي نهاري منتما بقيت على الحساب المتطلبات ديال المتابعين ديالي كي طلبوا منك ديالنا هادي ديالنا ماكياجيك ديالنا هالي بقيت غادلت وقيت راسي باعدت على هادك شي وما حرفش كيفش ترجعت كان ديال من عندي الفكرة وانا تمة غاية ويمكن ح تمة ما عنديش معارف هنا اللي بغيتي مع بلادك بغيتي استوديو غا تلقيها بغيتي هادي تمة كنقول مني هنغن بداها فهمتوا الاتمينة غالية ممني جابتها الفرصة اول فرصة راني درتها اه هي انا هادي بالنسبة المغنين انا ما عنديش فكرة ديالي انا مغنية ولا حتى مؤدية ما كنقولش انا مؤدية وخاصة وتعجب بزاف الناس ما كينش الكومنتاغ الخيب يعني اربعالاف كومنتاغ كانت تمة واربعين الف لايك كل شي كيقول بانا اعجبوهم صوتي وبغاوا اغنية مغربية كنفكر نخرجها اليوم ولكن ما كنفكرش ندير يعني ندخل بالغناه كطول عرض نديرو كاكا غياغ يعني نبدأ اغنية ورا الاخرى غادي مقا مرة مرة نخرج اغنية كحيث انا كيعجبني نجرب وما حرفتش لجات الفرصة نقدر نجرب ما عنديش مشكلة انا مش يضد ما عرفتش يعني لجات الفرصة نديرها شي واحد كيعجبني ما عرفتش قال مغنين مغاربة مزيانين اغنية مجرسة مهلا جينا نشوفه كانر في 2017 درت اغنية اللولا ديالي ببارودة يعني شنو قولوا يلي لقله داتني حد درتها مايمكن شلا انا ديجا هاد شي كان ديرو من 2017 2017-2016 رأى بقي في قناة ديالى وده ما بحلى عودت حييد ديك مني جاتني الفرصة عودت جربت واصلا هي دارت اغنية شعبية مغربية انا درت اغنية توركية كتن لابغيت مقلدة غا ندير نفس الامبيانس نفس اما الكليب ديالى لا علاقة مع الكليب ديالى هي عندها شعبية بكلمات مغربية وانا اغنية توركية وديو احيتي ايو قلت دارت ديو دك شالاش قالوا لا لا يعني جاتني الفرصة ودك شلي كنبغيها درته صراحة عرفتي مني حطيت هذيك خمسيام لولا بقيت مقابلة اللي كومنتر مثلا في فيديوهاتي رقم قاديك 24 ساعة كان نقابل اللي كومنتر ونجاوبوا اللي قدرت ندير جادو ونخليهم ولكن في الاغنية حيث اول مرة يسمع صوتي كاك يعني يشوفوني بحلة جديدة في ميدان جديد ضرني راسي بغيت نعرف الآراء فتقريبا كلهم رقا تلقى عبتيل دخلتي رقا تلقي كلهم ديرا لهم جادو بقيت قابل لهم خمسيام اشان قول لك ربعالاف كومنتر منهم ثلاثة خيبين تنظر غير اطرفيه كتقولي هادو غير مساكن المراد في راسهم حيث وش قاع هادوك ربعالاف تناس صمكين جاوم صوتي واعر مش غزوين ركي يقول لي مش قيل لي يا مجدا اغنية في مستوى مجدا اغنية رائعة بلحنة رائعة بكلمة رائعة صوتك خطير حنين كل شي يعني ربعالاف شخص هادو كلهم صمكين غير هادوك ثلاثة اللي عدو من ودنين وبلهم صوتي خيب فعني لاجتي تشوفيكا يعني ما اطروش هي باتاتا هادوك ثلاثة اللي كومنتر لكينين هادوك شي ما قدرش ندخل فيه يعني هي اللي خاصة تجاوب عليه ما ايجاتها يعني وصلوا قيت هتايا ناصيبها ورا هي غدخل قفص دهابي ان شاء الله من هنا قدر ما عرفت شادك شي هي جاوبة لي ما قدرش نجاوب لي ما ديك ساعة حاليا الفيديوات اللي حاطرة بقى عادي أمام الحمد لله كدير الأشعة دابة كل نهار عند دابة رانيت بشاتك تغندا أنا ولكن معنتم ما جايين ما ديتهاش داخويا وساما كل نهار كدير مع السبع الأشعة ورا هي غدا بتبع العلاج وان شاء الله يارب يجيب شيفا اهوي أنا قرأت دابة مؤخرا في أكاديمي دي التمثيل عن الممثلين الكبار اللي في تركيا منهم اديك سهيلة اللي في لحم الحياة كان عارفوها شافوها معي يعني من ممثلين كبار في تركيا قرأينا التمثيل عادي تبدل المفهم دي التمثيل عندي 180 درجة من ورا ما قرأته تعلمت يعني ان التمثيل مش هو الهضرة والسيناريو تمثيل هو ذاك الصمت في لحظة الصمت كيف اشتعبر على الذاك السنتيمون اللي عاطينو لك من عينيك يعني تبدل المفهم التمثيل عندي تماما وتتمثيل من الهواية ديالي وكان حماق عليه حيت بديت به هو وقت كندير أفلام قاسرة من 2014-15 إلا جاتني فرصة نمثل وتمى كنقلب على راسي هنا في المغرب الصراحة ما مكتش كنقلب ولا كنحاول ندخل حيث كنت عيشة تمى ممكن تكن قولوا خا نقلب جيني الفرصة وعندي ولدي يعني ما قدراش مبقى غادة جاية ولكن ده ما بنا نستقر هنا علاش الله يعني حتى هنا قدر نمثل هاتين قولوا ده ما غايضحكو لي حيت بزاف كيقولي في كل عياقة وتبع الصيصة من بعكة أنا الأدوار اللي كي لاقول لي واللي حتى في المغرب كتقري التمثيل وكان ديما كي تعطاني الدور في المصراحية ديال بحركة ديال الشعيبية ديال العربية أنا ديال أخيتي والي ده ما غايشيو غايضحكو يقولك زا ما ما يمكنش ولكن هادو كمان أدوار اللي كارتاح فيهم كتر وأدوار ديال الدراما كيعجبوني الكوميديو الدراما مولي كارتاح فيهم أنا وانا كنت تم ما كتجي الفرصة يعني كينين كيباش غنقولك سبح الله ككب حال ديك الجاذبية لش كيقولوا علم الجاذبية أنا كنحماق على اليوم دك شو كنتبعهم كتجي الفرصة كنقلصو يعني تل ندراسة بيانسور اللي قرأتش فيها خلتنا من القربة منهم أنا لأخو اللي الطيب صاحبتي كنا أنا وياس نفس الفكرة درنا كونسيبت باغين نديرو حلقات مع الجامعة النجوم ديال توركيا ننصوروا معهم ديال انتغفيو هي دارتوا ندر تحت كان وقع واحد سؤتت فاهم قال لك أنني أنا باغنشفر من ناوية باغنشفر مني مع شي كيقول أنا زعمل الفكرة مش فورة وهي رصبح الله جاتنا نفس الكنسيبت نبدلو لكي نفس الفكرة يعني هكك كي يجدك شي سبونطاني كن نراسلوهم علاقة بالغير باش زعمة نديرو زعمة معهم انتغفيو كتقدر تقول لي صداقة ويعني لو كانوا طيبين ما فيهمش العقارة كتبقى العلاقة ووالا يعني أنا لا تقريبا مقاش العلاقة بززاف كان ديك المتابعة تشوفي ستوري ديالك تشوفي ستوري ديالك ناوية هاد الساعة ان شاء الله ناوية ولدي ده بعد شهر عشر غدي يكمل تلت سنين قليل تلت شهر وقيلة ان شاء الله يعني يالله يالله منو الذي يكون عنده ربع سنين هي هو هادا الوقت كنضن ان شاء الله غادي ان شاء الله دابا حاليا كنقول ليهم انني ما غاديش نقلس ديما غمشوف اللاخر دي شهر ثمانية غمشي نتبت الزواج ديالي ندير عقل مغريبي باش نجي ونعطي جنسية لولدي وندير اقامة راجلي احت ميمكنش دابا اي شهر غتسلي لهم فيزا ميمكنش يبقى بحارقين فا غادي مشي ونقضي الغراضات نجين دياليهم اقامة ديك شو غنو اللي يعدي داري لهم سدولة شاء تلت شهر هنا 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 شهر ان شاء الله حتى نقضي عمرهم نقلس هنا المشروع عفتي انا كل مرة عفتي ردابا من اربع سنين في من دير انتغ بيورا كنقول المشروع اللي باغا باقي ما باقي ما باقي ما جاش وقته نقوله باقي ما جاش اجاله منيجي وقته ارا سبحان الله بحال الدار ما كتش معاولة نشريها جاد فقيتها ما عنديش زيارة درهم ومني كتابة را هات شريت ام مشروع انا عندي يعني بزاف الافكار فراسي هو الحلم ديالي اللي جتو تشوفو كافي غيستوغا هو اللي باغا ندير انا ودي ما كنقولها ولكن صعيب شوي غيستوغاسيون من ناحية باغا نديرها حتراج ليحتوقاري هاد شي دي الغيستوغاسيون فندقة تغيستوغاسيون فا يعني هدا حسن يكون عندي حتراج لي لغييجيغي كل شي ماشي غنحل شي حاجة انا بميدام ما كنعرفش لي ونحط لي خاصك تحطي واحد تاقة ما كي محسن من راجلي وقف على كل شي وهذا كوى الحلم ديالي ولكن خاصوه حدراس مال كبير دكشة لاش بشوية بشوية غمضة غندير شي مشروع ممكن دكشة ديال جميل مركز جميل كوافير بشوية بشوية محل صغير هادي حتي يجيب الكبير ان شاء الله كي تانا ما كنفهموش كم قاند حق كنشوفو ببشي الحنوت كنقول يستير جيبلي عشرين اورانج كيبشي كيقول لي عشرين اورانج كي ياخده ويجي التو ولا هادي كيبقى لانجلي شوية تركية شوية الحركات كيبقى كي تساطح ومهم لانجلي مع شوية تركية شوية تركية والاشارة كيتفاهم كي يسلك راسو كيبشي تقدا يجيب ماما الدلاح يجيب لاداسار يمشي تسخر هنا يعني يمشي يجيب لانا صندويش تاكوست كيبشي يجيب كل شي يعني يمسلك راسو في القهاوي كي نضوه يخلص يعني حيث مشي صعيبة بزاف كندون بغني ديرولي مقلب انا وخولة خولة كنت بغني ديروليه ديال نكونوا خارجين معاه ونخليه ببحده نحايدولي حتى التليفون نخليه ببحده يبقى يدور هكاكا يعني نشوف من بعيدك نصوره نشوفه كي غاي سوو الناس كيبش غاي يقول له معطوني تليفون نعيطه محافظش حتى النوامر بغي نديروا لاد المقلب ان شاء الله بقي مكتابش اختي كيتحتت معهم كتر مني راشافوا في الفلوغ كيموت بالضحك مع بابا من الساجم مع أخوتي ارا كي خرشي بشي تقهوه مع أخويا أسامة وكي يجيوك يقول لسنا متنا بالضحك كي داروا لا الله أعلم بابا بعدك يستعمل في التليفون تخد يكسيون كي دير الميكرو كي يقول لي مثلا هل أنت بخير كتت يعني بأوديو وات ما كيبقاش يكتب أما ارتوه كي يهضر كتت يسمعها بابا من التليفون بابا مسلك معه بحلقة كعمة كي يصدع راس بالإشارة أخويا عندو شوية لونجلي عندو لونجلي كتر من راجلي راجيمة عندوش بزاف كي يبقاوا لونجلي من هنا من هكذا كنزك تضرب تركيا غالبا يعني بزاف كتقدر تفهم معها بالتركيا يعني تحاوروا في موضوع ماما تعلمت تركيا بزاف معا والدي مارت ولا تقول كل شي غلاس نوض أجي تتاكل فاق اللما تديرش أجي السير أجي لبسك كل شي تقريبا ماما أجي نصيب لك البيض أجي نوجلك الرداع الحليب ندوش لك نغسلك كل شي حفظاته ماما تبارك الله دكي يعافتي يعني شوية غايب قاو معاها غادي تركيا تولي تطرفع دي ما كنقول لليوم نفس الطوريات اللي في يوتيوب أغلبية اللي متابعيني في الانستاغر ما يشوفها شحمرة كنقول لليوم كي يضرني خاطري مني كنشوف بنات بلادي معاولين على راجلهم أو اللي بزاف عندهم ديك الفكرة دي الراجل خصو يديره خصو يفعل أنا ما كنشوش بحلاكة المرة هي اللي تكون واقفة على الرجلية ما محتاجهش للراجل إلى هدوك اللي كي حساب اليوم زعمار الراجل يدير الراجل يصرف و الراجل يفعل نهار غايبش الراجل رغات وقايت التلوش وسط غط راجع النقطة البداية ولكن لك انتية مستقلة داتيا واقفة على رجليك جا راجل مشا راج انت يعيش حياتك وعمرش حاجة ما غدت تبدل في حياتك وعمرك ما غدت تحطمي والطحي للارض فكي يضرني خاطري هي بيان شغل لحتى الراجل خصو يكون عنده الدور دياله ولكن كل مرة كنضن مزوجة ممزوجاش ما خصاش تبقى مع ولا لعلى عائلتها ولا لعلى راجل ضروري خصو تدير كغياغ دياله و تدير فلوسها و تدير دارها و ملكها اللي غادي يكون دياله خاصة دير دياله شغل لشان كدرني خاطرين مني كنشوف عيالات صابرين على الدل صابرين على الدر بصابرين للخيانة كتقول لك ما عندي فين ديولادي شنغ مشي عند دار والدي اي الله هزي نراسم كيقول ليال رجعتتي صيفتناك طويلة رجع طويلة ما جيبيش ولادك انا صابرة حيط ولادي ما قدرش نخليهم كدرني خاطري باقونت خلية كانت مستقلة داتيا دبوولات الخدمة غير من الدار الإيكوميات تتخدم غير من الدار الناس تيريلا بس أموال طائلة يربحوا في الشهر غير من الدار تتنعسي أولادك في الليل ما عندهم شي يعني حجة كيب قوي يديرو تتنعسي أولادك في الليل عندك ساعتين في التلفون لان تغنيتوا التلفون بلاصمت قابلية فيديوهات الخاوية تتخدمي على راسك وقع ما يساقلك راجلك لخبار عمري الكونت عمري الكونت النهار غدي توقع شي حاجة بعزك تقدري تقول لي لبابا الحباب أما دا بغا تسكتي وتلبدي حيث ما ما عندك ما تديري يعني كي ضرني خاطري كنقول يعني المرأة المغربية معروفة أصلا من المرأة المغربية مكافحة بنسبة السيدات اللي باقين ما داروا شي حاجة راسهم هاد شي ما عندوش عمر كتيف عندك عشرين عمره باقي بكري بقد ديري العجب كان عندك ربعين عمره ما فاتش الحال ولا خمسين قاعد سستين نوضي وديري شي حاجة راسك وقفع لرجليك وديري واحد الكاغير وديري لقاي راسك متقيم عولة لتواحد لاتش اللي مغين قولي مني تلف كي يقول لك شري الارض صح حاليات سي اللي كنا غاشرين عندو طنوبي قال لي عرا نغمال مون ما قولة هي مني تلف شري الارض ماشي شد الارض كيفاش إلا تلفتي شري الارض يعني مني غتفق من تلف غتلقى بعدا عدك ملك غتلقى أرض ماشي غتلقى راسك الزيارو إلا تلفتي شري الارض ماشي شد الارض غيح نحاولنا وليش شد الارض زيد نهار تسمعك بارتاني الله عرفتها غير البارح مني كنتلف أنا كنخلي كل شي ما كم قندرت حاجة حيث صفي تلفة كنشد الافلام كم قسادة على راسي وحد يومين غير الافلام مننا كل ما نشرب بياسوغ ما كنقولش يكم ديروها ولكن أنا كا كم قشادة واحدة ربعيام تكي بدي يقولي كن نريح ذاك المخلي تلف كيخوا كيخوا كن جبت شي فيديو دي الموتيفاسيون شي فيديو دي التحفيز بحل ذاك لا غاد يولي تصنط ليف ستوري ذاك النهار كيفاش تخدم كيفاش توقف على رجليك هذي أصلا كنت صنط غير واحد ساعة كيعمروني كيشارجيوني كرجال القطر ياقي مني خاصني مش صراحة ما كنت تعلمش ما كنت تعلمش أنا متسرعة متسرعت في البروجة اللي قدرت في تركيا مثلا وكنت سرعة ديما وكنت ساطح مع الحيت كنت دخل الزنقة ما كتخرش وكنت ساطح مع الحيت وكنت مراجعة ولكن رغم ذلك ما كنت تعلمش عبتاني كنت سرعة وده بركاء قلب على ما حال باش ندير مشروع وزربها أنا وبغى تخيلي أنا غادة من هنا شهر وبغى نشد محال وبغى هذي وكريد دار دابخصت تفراش وتابعني 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 وكن نوجد الغتانة العرص وهذي بزاف تنطرقه متسرعة وكندير بزاف تحويش نفس الوقت واداك شي كيغلبني وكننقلس ندام ولكن ما كنت تعلمش من الخطأ أنا ما كنت تعلمش من الخطأ غندير الخطان ببحده والعرص ببحده الخطان غنديره في فيلا دي الأعراس غنديره يعني بالميدة بالعود بتقاليد المغربية إن شاء الله والعرص غنديره احتوه ببحده في قاعه إن شاء الله هي هاداك الكليب أنا كتبغى نصوره هكا لبرة ولكن الديريكتور ديماج قال لي يا يعني تصنت للأغنية قال لك هاد الأغنية مع ديو وخاصة ديك لامبيونز ديال ديو في بلاتو ما ما غاجيش هو كايب كيف قوانت لقطات دياله ببحده وانت لقطات ببحده غاجي ببحده غاجي بباسيف عادية هو قل يعني خليت لي حيت خدمت وغي عرف حسن مني وانا مشي دياله الضومي خليت لي هو تانية ديالي حتى يكن ضن ما ما جاتش معا ما غاجيش معا ولكن ما عرفت يعني لجات على حساب الأغنية الأغنية خاصتكم ما زالت كونش يوحدة ديال الامبيانس أغنية صيفية هكا كتطور بره ماذا با كنفكر نخرج إن شاء الله أغنية مغربية بالمغربية فاس جزال بيار بان بياندم غاية جزال قال لك عجبوا المغرب زوين يعني كولتروني بازجيش مينورونو سيدن يعني قال لك أكتر حاجة عجباتهم في المغرب قال لك قلت حتى قبل أنهم كانت تخلىوش على التقاليد ديالنا حتى شاف الأجواء ديالعي الكبير شاف هادي كيشوفنا اللي وقعات كان زغرتوه وزع ما باقين عندنا ذاك تقاليد ديالنا كوشي وخا قال لك تقدموا بلالك تزير باقين ذاك التقاليد كتبقوا فيهم كلكم بحل بحل شارك بيزال اما إكينجي شارك سداي بزال قال لك الأغنية زوينة ولكن الأغنية الثانية اللي جاي حسن شملة هي جاندا نيبسون وطم قال لك دا بتحمس نسيتم كاملين كلمة آخيرة شكرا المتابعين للمولاتي ديما كيكمونتو فاش ندير معاكم انتربيو كلقى كومنتارات زوين زوينين في القناة ديال للمولاتي شكرا لكم بزاف وشكرا حتى المتابعين ديالي كيدعموني في كل الحاجة كم بغيكم زا شكرا للمولاتي كم بغيكم كاملين لا تنسوش تزورونا على صفحة رسمية ديال للمولاتي واضغطو على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد